موسيقى 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 استمعنا الآن إلى الآية التي سبقت الآيات الجليلة من سورة الشورى يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور يأتيك رقيع ويقولوا الآن يا سيدي هم يختبرون هذا في المختبر ولو ولو كل شيء يحدث في الكون يحدث بأسبابه والأسباب كلها طوع أمر الله ولو شاء لا يكون لا يكون لكنه يشاء أن يكون بهذه الأسباب طبعا القرآن يحدثنا من الأول حتى النهاية عن أن الله هو الذي يحي ويميت ونحن نرى كل يوم ونسامع وتطالعنا وسائل الأنباء المختلفة بعشرات بل بمئات وفي الحقيقة تحدث ألوف حالات القتل جرائم القتل فهذا الذي قتل هل هو الذي أمات لا الذي يميت ويحي رب العالمين وأماته بسبب أجراه على يد هذا المجرم سهير قضية نفس الشيء لا فرق بين هذا وبين الأمور الأخرى ذكور وإناث مثل القتل والإماتة الله يفعل بالأسباب لا إله إلا هو ولذلك حتى حتى موضوعه مثل وسائل أخرى كثيرة وعلى ذكر هذا ذكر المسارات القرآن الكريم أيضا يحدثنا عن تحكم الله ومسكه بالمسار الأنتوجوني أنتوجوني يعني المسار النمائي كيف من خلية مفردة إلى خلية زيغوتية إلى جنين نام متكامل من سورة المؤمنون سورة الحج من سلالة منطين إلى أخره نطفى وعلاقة ومخلقة وغير مخلقة ومضغة وكسونة الوقت أدركنا مسار أنتوجوني واضح القرآن يحدثنا من الذي علم محمد هذا؟ هذا المسار النمائي واضح جدا لدى منزل هذا القرآن المسار الفيلوجيني أيضا يعني العرقي السلالي واضح جدا الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ البداية خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه حديث عن ماذا هذا؟ الهومنينز؟ ثم 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 هذا مصار فيلوجيني ليس أنتوجيني هذا القرآن هكذا يتحدث عن كل هذه المسارات واضح؟ ومسار الأحداث غير مصير إبراهيم الذي لم يستطع الموذ أن يهلكه بالنار طب لماذا لم يصلط عليه السيافة؟ فذبحوه حال الله بينه وبين ذلك لأنه متحكم في المسار في قصة في غاية في هدف صائر إليه ومعابيه صائر إليه إبراهيم ومعابيه من السماء ابن المقدر لا إله إلا هو وكذلك حصل مع موسى وكذلك مع عيسى تواطى عليه أحبار اليهود وأسلمته السلطة الرومانية إلى أهوائهم ومع ذلك إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ولذلك وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم متحكم بالمسار والله يعصمك من الناس من الذي يقول هذا؟ وهذه من الماء إذا نزلت يعني قبيل وفاة رسول الله لا بسنين مش بأشهر بعيّا بسنين ولم يكن قد مُكّن له في الأرض بالعكس كانت تحرص المسارة كان الجنود بالأسلحة يحرصونه حتى لا يغتال فلما نزلت الآية قالت أمنا عائشة رضوان الله عليها فرفع النبي طرف الخيمة كان في خيمة في خباء وقال لهم انصرفوا قد عصمني الله ما بدي قال أصلاً أقتل الله ثقة مطلقة طبعاً لأن القائل هو الله قال له والله يعصمك انت عليك البلاغ والعصمة أنت الرسول ليس مجرد نبي ورسول برسالة تامة هؤلاء لا يقتلون هؤلاء ينصرون مستحيل وتدمر أقوامهم ربما في نهاية المطاف دون أن تتمكن منهم واعتبر هذا ايه؟ بنوح هو العزم بإبراهيم بموسى بعيسى بمحمد إنا لا ننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد متحكم بالمسار لا إله إلا هو أيضاً والله يعصمك من الناس خرج مهاجراً من مكته إلى المدينة منورة على منورها مليون تحية وسلام قال له إن الذي فرض عليك القرآن لا رادُّك إلى معاد قال له ستعود وتعود معززاً منصوراً في مكة متحكم بالمسار لا إله إلا هو متحكم به تماماً كما تحكم في مسار الحوت السمكة في البحر التي أريد لها أن يكون مسارها دلالة وأمارة لموسى وغلامه لكي يعود مُقتصين الأثر الأثر في السرب العجب ويجد العبد الصالح كل تحكمات كاملة حين تقرأ القرآن يسطو بك هذا الشعور أن منزل هذا الكلام صاحب هذا القيل لا إله إلا هو فعلاً هو الخالق المصرف المدبر الذي يسري علمه ومشيئته وقدرته وتدبيره وتصريفه في كل شيء عبر الزمان وعبر المكان حتى الأحداث وأختم بهذا مثل معركة بدر معركة هذه معركة إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في المعاد ولكن ليقضي الله أمر كانباً وأيضاً وإذ يريكمهم إذا التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً حتى الرؤى ترى الشيء على غير واقعيته والنبي يراهم في المنام قليلين تخيل؟ ليتثبت وأنتم ترونهم قليلين وهم أيضاً يرونكم قليلين لكي تحدث الملحمة ويكون النصر لأمة التوحيد الناشئة لا إله إلا الله شيء غريب لماذا يكشف القرآن عن هذا؟ لو أنه لم يكشف عنه لم أدر به أحد أليس كذلك؟ القرآن لفت إلي لكي يقول لنا أنا المتحكم في كل شيء على كل حال مثل هذه اللغة أنا أتيت بالمصحف ولكن الوقت لم يسعفنا فنحن في خطبة شتوية كنت أريد أن أفعل هكذا 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 لا على التعيين وسترى في كل صحيفة من صحائفه مقامات جليلة كريمة مينعة مترعة تستطيع أن تواي الكلام على هذا النسق والطرز حولها 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 هذه لغة القرآن أعتقد أن هذا الذي سطى بالعرب وأفحمهم أيها الإخوة أفحمهم تماماً ومارس عليهم تأثيراً هائلاً جوانياً شعروا بهذا ربما لم يكيفوه جيداً وما لم يصفوه لكن هذا هو الذي يحدث وهذا الذي يحدث مع كل من يقرر القرآن ببكرية وعذرية تامة من غير إغراض من غير مرض من غير إرادة من غير إرادة أن يقع على ما يزيف به دعوة ربانية القرآن سيقف أمام هذه الحقيقة العالية وسيتملكه شعور عميق أعمق مع العمق ذاته أن هذا الكلام ما كان له أن يفترى من دون الله وما كان لأي خلق ولذلك وقع التحدي به للإنس والجن جميعاً أن يظاهر بعضهم بعضاً فإنهم عاجزون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه